هذا وجاء تتويج سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم لسباقات القدرة نتيجة للإرادة والإصرار القوي من سموه على الوصول لأعلى مراتب التفوق في رياضة القدرة نعم وذلك بعد جملة من الإنجازات القيمية والعالمية التي حققها سموه على مدى 23 عاما إصرارك وعزمك وانضباطك هو سر إنجاز كلمات قالها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة عندما حقق الحلم الذي انتظره 23 عاما بتتويجه بطلا للعالم لسباقات القدرة للمرة الأولى في تاريخ القدرة البحرينية ليكتب سموه فصلا جديدا من الإنجازات العالمية للرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص إنجاز بنظرة ملكية تمثلت بدعم ومتابعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودون أدنى شك أن جلالته أعطى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أكبر حافز ليكون بطلا للعالم واثق الخطوة يمشي ملكا هو ما كان جليا على سموه عندما دخل بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاملا على عاتقه مسؤولية كبيرة نجح فيها باقتدار حيث وعد وأوفى بوعده وتزين الذهب على صدر سموه بلقب بطولة العالم باحتلاله المركز الأول بعد منافسة قوية ومثيرة مع فرسان العالم خصوصا من الإمارات وإسبانيا والأورغوي وغيرها في البطولة التي شهدت مشاركة 126 فارس وفارسة يمثلون 36 دولة من دول العالم إنجاز يتلو الآخر وفرحة وطن رسمها سموه على وجوه أهل البحرين وتظهر جليا بابتسامة سموه وفرحته الغامرة عندما يجتاز خط النهاية كاتبا إنجازا باسم البحرين وهو الشعار الأزلي الذي يسير عليه سموه ويقولها دائما أن الإنجاز ليس شخصيا بل هو إنجاز للوطني إنجاز لمملكتنا الغالية وقائدها الملهم الفارس الأول في المملكة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ليس للقيادة وصفة سحرية إنها فن وبراعة ومهارة بعض الناس يولدون قادة والبعض الآخر يتعلم القيادة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة القائد الملهم للفرسان البحرينيين في رياضة القدرة بل هو القائد للرياضة البحرينية دائما ما يحمل سموه على عاتقه مسؤولية كبيرة متمثلة بدعم الفرسان وتأهيلهم ليؤكد دائما بأن رياضة القدرة البحرينية تسير على الطريق السليم في خلق جيل واعد قادر على حمل لواء رياضة القدرة وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الخارجية القادمة الإنجازات الأخيرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأبرزها تتويج سموه بلقب بطولة العالم للجياد الصغيرة في إسبانيا وسبقها مهرجان وينتسور وبطولة منتلسينو بإيطاليا خير شاهد لمعاني القيادة الناجحة والإنجازات المتكررة التي جعلت الفريق الملكي يتربع على عرش البطولات الأوروبية والعالمية حتى بات الفريق الملكي مثالا يحتذا به في التشريف المثالي للرياضة البحرينية في المحافل الخارجية ليكمل سموه هذه المسيرة الناجحة ويحفر اسمه بأحرف من ذهب في دار زايد الخير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر